موسيقى 100% نبدأ في تحضير السلطة لليوم اللي عنا لي سلطة إيطالية في فخنة عندي شجيبوا أي نوع باستا عندكم أي نوع واسلقوها وبعدها غسلوها منيح وزيتوها راح اضيف الآن زيت الزيتون حسب المقادير راح اضيف أكيد الخل منكثرش خل وبعدها راح اضيف الزعتر الناشف ومن ثم اكيد الملح حسب الرغبة راح اضيف البندورة الكرزية مقطعة إلى مكعبات راح ننضيف الفلفلة الحلوة هذا الطبق طبعا ممكن يكون طبق كامل لأنه راح اضيف له الجبنة ممكن نضيف له كمان أي نوع جبنة ولا تحديدا جبني اللايت خفيفة ممكن نستعمل كمان في هذا الموضوع هون بصير للناس يعملين ضاية كتير وهي البصل الأخضر وأخيرا وليس أخرا أوراق الريحان طبعا أكيد هاي السلطة من السلطات اللي راح تعجبكم جدا جدا نبدأ في خلط السلطة دائما من تحت ألوان بضبط هيا شوفي الفكرة بالسلطة دائما 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 السلطة أنا بتهمني جدا تكون ألوان فيها ألوان السلطة من دون ألوان تفقد قيمتها الآن فيها مثلا السلطة مثلا لخيار لحاله بس تسويها لحالة مملة مملة فنشوف الألوان هاي محلها السلطة هاي كالورفول فيها ألوان كثير وفيها نكهات مميزة جاي من الريحان جاي من الزعتر جاي من زيت الزيتون ممكن ننضيفها شوي من الثوم كمان للناس بحب الثوم بسم الله الرحمن الرحيم طرح المنظر محلها وأنا أورادي مستعمل الباستا لملوني كمان حتى أثري اللون شايفيني المنظر ما أجمره جميل جدا شكرا للمتابعة ما تنسوا تشتركوا في القناة لاتشوفوا كل شي جديد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة